السلام عليكم تتبعين مامتي الحبيبة نحييكم اليوم و نجيب لكم واحد الفكرة ديال واحد الكيكا رائع بلا زبدة بلا يوغور بلا حليب نبدو باسم الله وعلى بركة الله نبدو بالمقادر نبدو بثلاثة ديال البيضات نضربوهم جيدا نضخ حرارة و هذه الكاس 문 Josh نضربض الحجم مهم جدا انه دائما خاص لحدك تتضرب البيض وهو كيتخليل هو وهو الكشياش كتجين لأي جميع انواع الكيك كتلاحظوا بان الحجم دي اردها كتلاحظوا كنوريكم جميع المراحل يعني ما كان نقص لي كومالو اذا في هذا الاثناء سنزيد واحد محلقة اللفاني وهذه نضرب بعض الثانية واحد شوية واحد القرصة دي الملح ماشي بساف نفس الكاس غادي نبر به الزيت كاس ديال الزيت وغادي نضرب بعض الثانية مثل هذا الشي ديالي باشي تهوالي دائما وابدا دائما خاصي تهوالي البد يعني وهذه هي المرحلة المهمة والسر ديال على الكيكة اول ما طايب ماشي سخون مي طايب حالا غادي نضرب به الزيت كاس ديال المتا هو ما غاديش نكوبوه فتقة غادي نكوبوه على مراحل يعني ما كان نكوبوه غادي شوية بشوية ونطلقو به البيض هو كيس خلينا البيض وكي طلع علينا البيض دي المقارن خوالي بشوية بشوية ونحن نضربه ونحن نضربه حتى نكملو هذا الكاس كامل نركز لقليل بول غادي ناخد هذو السوبلة اجمال الحالة مهم مع ما تخووش الماء كامل فتقة غادي نكوب لان غادي طيب لكم البيض من غير جغيمة بجغيمة ونطلقو بتحرك نكملوه كامل ومن اخفوش على التحرك نهائيا موسيقى نضرب كامل أولاً شوكولات جوج المعالق الكبار بومبي ديال الشوكولات يعني هادا اختياري وستديريها فاني ديريها فاني ديري فازيس كالستران ديري هادا مع القادية الاتساي ديال الخميرة وغادي مدى نزيد بالطحن هادا كل لبس الكاس غادي نزيد بها طحن هادا الكاس الول هادا نشط هادا نزيد الطحن ديالي هادا الكاس الثاني وغادي مدى نخلط بسباتول بحسن نحصل على واحد الخاليط اللي باش ميطاحش اللي البيد البيد ديالي خاصن ديبان مدى نخلط بسباتول هادا هوا العجين اللي حصلتاني الليس وغادي نخد بحاد الايطار هادا كنشكر الاختي اللي هداتوليها اللي هداتوليها اللي هداتوليها من المغرب كانشكر كبسة زيف 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 هادا كيكا هادا كيكا نضع بلاك ولا تبصيدي هادا الفور وانشان نضع بلاك نضعتها في الفور على مدة 30 دقيقة 180 درجة 350 فرانايت هاي طبط لي يبقى سخونة شوفوا الفور يمديالها قداش ولا يعني تقديت تربيع بحركة يعني مشي مشكلة كاكاكا عادية يعني نضرت عليها واحد شوية ديال الشوكولة هادي الشوكولة دوبتو في باماغي درت مع واحد تجمع علقة ديال الحليب ومع علقة صغيرة ديال الزبدة ودوبته فوق الباماغي درت واحد لعصيات ودرت تحت منها واحد انتيت كاسخار افكدولو مع الماء وخليزها هيكا تسبغوا كيدو بليم حتى حصلت على عاد لاصو الشوكولة وباقي سخونة الكيك دياليرا باقي اللا خرجتها غادي نسقيها بمعفول أشياء بشوية ديال الحليب وغادي ندير مع واحد شوية ديال فاني وشوية ديال سكر وهادي نسألة اختيارية ماشية ولا لبدة اي باش كاز عطينا هدي كل اليميدي التال داخل في الكعكة ديالنا هدي نشد هديك الكعكة وهدي نتقبها بالرس اي حاجة سباتر مغرفة اللي عندكم نتقبها باش يدخل هادك السائل ديال الحليب باش يتشرب لي الكعكة وممتم بني نسقيها بسوس شوكولات حتى هديك السوس شوكولات تتخلي الداخل لا تبقى عندي غيفة من برا نتقبها بمسكة الحليب بارد بطبيعة الحال وهي سخونة بطبيعة وعلي تشربها ضغية ضغية حليب بارد من فريجدال وهي سخونة وعلي تشربها سخونة بطبيعة ضغية ومن بعد نتقب عليها بطبيعة لصوص شوكولات وهي باقة سخونة اخذك الكاز الحليب ربنا برداش نتقب عليها كاز ديال الشوكولات ديالي اي شوكولة فالدار عندكم ماشي ولا بداي يكون شوكولة بشي اسم ولا شي حاجة ما اي شوكولة عندكم فالدار كساتين واحد طبقة ديال الشوكولات وكساتين واحد طبقة ديال الكاك وغدي ندير لها واحد طبقة ديال الشنسي من فوق كتزين نسرح الشوكولات ديال كله لاحظوا بان ديال الشوكولات يدخل فيهم يعني كتدخل حتى لصوص شوكولات كتدخل حتى في الداخل ديال الكاكا ما كتبقى شي على براتها فاللقاتنا هدي ندير الشانسي عندي خليشة ديال الشانسي ديال الميز كرام هدي ندير مع هادو 150 ميلي لدختيال الحليب مرخوف 250 ميلي لدختيال الحليب مرخوف 250 ميلي لدختيال الحليب مزيدة كتار تقدم الدريش يعني كي بقى ضوق مسألة واضواق دوك تندربوا الحليب مع هديك البودخ شانسي حتى تطلع لنا فلا تطلع لنا يعني هادو الشانسي شانسي عادي في جميع شكوحة جاية من البلاد المغرب طاق من ما طلع لها كلاسو صار باقى من بردات ليش الحلوة ديالي غير شوية بداسكت اندفع سوف نزوقها بطبيعة بشانتي سوف نحيد لها قليلا نحيد لها لكلا موس لها لكلا 4 ونضع الطبقة وفوق طبقة الشوكولة ونضيفها إلى طبقة الشنطية من الفقه كيف تزيين وكذلك مسألة اختيارة تقدير تكتافي غير بحلقة يعني الكعكة مع الشوكولة وكيف تزيينها على الكعكة وشوفوش حل وقفها كيف تزيينها على الكعكة وشوفوش حل وقفها كيف تزيينها على الكعكة ولكن لبعث يكون وقفة كثيرا ونضيفها شوكولة كيف تزيين الكعكة كيف تزيين الكعكة كيف تزيين الكعكة ونضيفها المترجمات الخطوط من فوق منها نحضر الكادر نكمل تزيين الشانطية نضيف جناب بأدوات بسيطة ليس شي شي حاجة لي تكون دعمها شي حاجة يعني تقدر تكون توفرة عندك جميع الأدوات هذو اللي تخدمت بيهم شي حاجة لي كي بلي سامبل وهادي هي الكيكة لدينا وكملت ثلاثين ديالها ومعها بحد تويصة ديال القهوة قد نشربوها وكار حبيكم شربوها وتاكلوها معنا وتصولوا معنا قيوة بلاها وكنشكروا اي انسان كيتفرج فينا وكنشكركم للدعم ديالكم كنشكروا للناس الجدود ما تنسوناش من الابوني ومن لايكات وشكرا لكم شكرا جزيلا الشكر وكار حب بجميع الناس يعني كار حب اي انسان كيتفرج عندنا وشكرا شكرا 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 وهذه الفكرتات اليوم وان شاء الله فكرة جديدة بإذن الله وإلى الغد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة